اشتركوا في القناة ويهدي له هدية مع هذا المبلغ يحرم اشتراط الزيادة على المدين يعني انت اذا اقرضت فد مليون دينار الشخص يحرم عليك انت الدان يحرم عليك اشتراط الزيادة على المدين اذا قلت له اقرضتك هذا المليون دينار بشرط ان تعطيني مئة الف هذا حرام هذا الاشتراط هذا الشرط حرام رح يصير القرض هذا ربوي هل يبطل القرض فقط ام يبطل الشرط والقرض عفوا هل يبطل الشرط ام يبطل القرض والشرط اللي يبطل فقط الشرط القرض صحيح يعني مع اشتراط الزيادة لو الدائن اشترط اقرضتك هذا المبلغ على ان تعطيني كذا شنحكم هذا القرض صحيح القرض هذا لو مصحيح نعم صحيح القرض الشرط باطل الشرط باطل إذن المدينة يملك المبلغ المقترض هذا المليون دينار يملكه لو ما يملكه نعم يملكه يملكه لكن الدائن يملك الزيادة هاي الفائدة الربع يملكه لا ما يملكه ما يملك الزيادة ماكو فرق إنه هذه الزيادة عينية أقرضك مثلا أو أقرضتك مليون دينار بشرط أن تعطيني مئة هاي شنه الزيادة يسمونها زيادة عينية زيادة عينية لأن انت فلوسك شقد مليون وكو زيادة عينية وهي مئة ألف إذن إذا واحد اشترط الزيادة العينية هذا ربع لأنه زيادة هاي وأيضا تبطل الزيادة إذا كانت الزيادة عمل أيضا الزيادة عمل أقرضك أو أقرضتك هذا المبلغ بشرط أن تخيط ثوبي هذا عمل هذا عمل أيضا هذا هاي الزيادة شنه هاي تعتبر الربع أو كانت الزيادة منفعة أقرضك هذا المبلغ بشرط أنه أسكن في دارك الفلانية هاي بنفعة إليك أيضا هذا ربع هاي زيادة ربع أو انتفاع أو انتفاع كما لو رهن الدار مالته واشترط المرتهن على الراهن أنه يسكن في الدار هذا انتفاع أيضا هذا أيضا المعاملة هنا هذا القرض أيضا رح يكون ربع لأن اشترط به الانتفاع إذن ما كفرق الانتفاع سواء كان زيادة عينية سواء كان عمل سواء كان منفعة سواء كان انتفاعا كل هذا يعتبر ربع هذا إذا الدائن ما اشترط الزيادة قطة مليون دينار لشخص ما اشترط على الزيادة على المدين المدين رجع المليون دينار ورجع فوقها مئة ألف الدائن هنا ما اشترط هذا لا بأس به لأن متى تحرم إذا تحرم إذا الدائن اشترط الزيادة أما المدين يرجع للمبلغ ويرجع فوقه فمبلغ معين هذا ربع لا مو ربع هذا ما اعتبر ربع بل يستحب ذلك يستحب انه المدين إذا رجع القرض يستحب انه يرجع فوق زيادة يستحب